اشتركوا في القناة اداء الاسواق الامريكية باعتقادك مع اشارة العقود الاجل الانخفاض على خلفية تأجيل حزم التحفيز بالفعل نحن هذا اليوم في انتظار نتائج اعمال شركة انتل والتي من المتوقع ان تظهر عائد على سهم مقداره 1.1% كما نحن في انتظار اعلان نتائج اعمال شركة كوكاكولا والتي من المتوقع ايضا ان تظهر الربح على سهم مقداره 0.45 او 0.46 دولار لسهم الواحد وهذا من خفاض لكل الشركتين مقارنة بنفس الربح للعام الماضي الاسواق المالية حاليا تركز وبشكل كبير على نتائج الشركات في ظل تسارع انتشار فيروس كوفيد 19 فانتشار فيروس كوفيد 19 الان يقلق المتداولين على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية حتى اننا يوم امس شهدنا تصريحات من رئيس المنك الاحتياط الفدرال الامريكي والذي اشار فيه الى ان الاقتصاد الامريكي لغم انه مستمر في التعافي الا ان هذه الوثيرة من التعافي خلال الشهرين الماضيين كانت متواضعة بعض الشيء وهناك تباين كبير في الاداء وبالتالي الاسواق المالية الامريكية وحتى الاسواق المالية العالمية حاليا تراقب عن كتب اي تطورات بخصوص الحزمة التحفيزية من الولايات المتحدة الامريكية والتي طال انتظارها وحاليا نلاحظ بان عزم التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية آخذ بالتنازل شيئا فشيئا حتى أن البيانات الاقتصادية التي تصدر لا تظهر لنا عودة الاستقرار للاقتصاد بل إنه ما زال بحاجة لمزيد من التحفيزات إن كان من الفدرالي الأمريكي وأيضا من الحكومة الأمريكية حتى أن الفدرالي الأمريكي نفسه أشار في عدة مناسبات إلى أن الخطة التحفيزية من الحكومة الأمريكية ضرورية جدا وآخر المستجدات أصبحت الآن تحمل أيضا أراء المتداولين حول ما تأثير تأجيل وتأخير هذه الخطة على الاقتصاد فيبدو أن الخطة قادمة لا محالة إن خلال أسبوع أو أسبوعين أو خلال شهر على الأكثر لكن في نفس الوقت كل تأخير في هذه الخطة قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصاد الأمريكي وبالتالي أي تأخير وإشارات إلى مزيد من التأخير قد يسبب ضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتوازي مع ذلك ساركيسي نتابع أيضا المفاوضات التجارية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وشفنا قفزة بالأمس ربما لمستويات الاسترليني على مستوى منذ مارس 2020 برأيك رغم هذا الصراع وهذا التفاوض الذي عم ينتهي في بعض الأحيان إلى غير نتيجة إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الخروج لبريطانيا بالفعل يوم أمس اتفاعل الجنيه الاسترليني بحوالي 1.51% وهذا الارتفاع جاء بفعل بعض الانقسام بالآراء والذي ماله أيضا نحو التفاؤل بالنسبة لإيجاد اتفاق تجاري أو أن يستغل رئيس الوزراء البريطاني جائحة كورونا ويأخذها كذريعة لاكتساب المزيد من الوقت للمفاوضات في سبيل تحقيق اتفاق تجاري يمين لصالح المملكة المتحدة والتصريحات التي صدرت أيضا يوم أمس وأشارت إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يتوجهون نحو لندن أنعشت الآمال في استمرار المحادثات للتوصل لاتفاق تجاري فيبدو أن الاقتصاد البريطاني والذي وصلت فيه أيضا بحسب آخر البيانات الاقتصادية مستويات الدين إلى مستويات مرتفعة جدا بل واعتبرها قياسية وأيضا بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو نلاحظ عودة الضغوط الكبيرة بفعل انتشار فيروس كورونا وإعادة بعض الإغلاقات الجزئية في عدة دول وهذا كله برأي العديد من المتداولين ربما سيجبر الطرفين أما الاستغلال الجائحة لتأجيل وتمديد فترة المفاوضات أو إيجاد اتفاقات أوروبية مع بريطانيا تشبه إلى حد ما الاتفاق التجاري الذي ترده طبعا بريطانيا مثل كندا لكن في نفس الوقت هناك بعض المخاوف التي تحوم في الأسواق وبالتالي سيتابع المتداولون أي أنباء جديدة بخصوص المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق تجاري وأي أنباء قد تؤثر على الجنائي الاسترليني وكذلك أيضا على الأسواق المالية في أوروبا وفي المملكة المتحدة نعم سركتشو بريان محل الأسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب شكرا جزيلا لك وقت مع الفاصل مشاهدين البوصلة مستمرة معكم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك